ما هي أضرار تعاطي الحشيش والإدمان عليه؟ يتسبب الإدمان على الحشيش العديد من المشاكل والأضرار في مختلف الجهاد هناك الأضرار الصحية والنفسية وهناك المشاكل الأسرية والاجتماعية وهناك الأضرار المادية لتعاطي الحشيش الأول نبدأ بالأضرار الجسدية والنفسية من تعاطي الحشيش تسبب الحشيش في الإصابة بمرض الفصام وهو أحد الأمراض العقلية ويعاني الشخص المريض نتيجة لتعاطي الحشيش لفترات طويلة من الهلاوس السمعية والبصرية يتسبب تعاطي الحشيش في إصابة الشخص بالشك المرضي حيث يصبح الشخص المدمن على الحشيش شكاكا فيتوهم أن هناك مؤامرات تحاك ضده ويشك حتى في الأشخاص المقربين لديه قد يؤدي تعاطي الحشيش لفترات طويلة إلى إصابة الشخص بالاكتئاب وهو أحد أخطر الأمراض النفسية نتيجة تأثير الحشيش على الموصلات العصبية في الدماء عدم قدرة الشخص على التركيز والانتباه مع التأثير على قدرة الشخص على التذكر المباشر والقريب حدوث خلل في التوازن الحركي والحسي زيادة عدد نبضات القلب فتصل إلى 150 نبضة في الدقيقة نتيجة زيادة نسبة غاز أو الأكسيد الكربون مما يجعل القلب يضخ بسرعة للحصول على كمية الأكسوجين اللازمة لعضلات القلب وهذا يؤدي إلى ضعف عضلات القلب نظرا للتأثير المباشر للحشيش على الدماء فقد يؤدي ذلك إلى الضمور في الدماء وزيادة احتمالية إصابة الأشخاص متعاطي الحشيش بالإصابة بانتفاخ الرئة الذي يؤدي إلى تدمير الجدار الداخلي للرئة والذي يؤدي إلى الموت إحمرار العينين وانتفاخ الشفاه يصاب متعاطي الحشيش بالطراب الشعور بالوقت فيصبح إحساسه بمرور الوقت مضطربا حدوث الطرابات في الجهاز الهضمي والذي يؤدي إلى سوء الهضم والإسهال أو الإمساك مع تقلصات وضعف في المعدة الإصابة بسرطان الرئة حيث أن الحشيش يحوي مواد مسرطنة ظاهرة التحمل فتعاطي الحشيش بشكل متواصل يؤدي إلى ظهور التحمل بمعنى أن الشخص متعاطي الحشيش يضطر إلى زيارة الجرعة باستمرار حتى يتعاطى أنواع أخرى بخلاف الحشيش ينتج عن تدخين الحشيش ما يزيد عن ألفين مركب كيميائي لترسب تلك المركبات في رئة الشخص المتعاطي للحشيش والتربينات التي تؤثر على الرئة ينتج من الحشيش غازات سمة كأول أكسيد الكربون وغاز النشادر والأسيتون والبنزين وهي من المواد السمة والتي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة إصفرال الجلد مع جفاف الشعر وفقدانه لمعانه تراجع أداء وظائف الكبد من أبرر الأضرار الجسدية إدمان على الحشيش يؤدي إلى الصداع المزمن وبالنسبة للمرأة الحامل يحدث تشوه للأجنة والإجهاد ثانيا أضرار الحشيش على الأسرة والمجتمع من الناحية الأسرية والعائلية التفكك الأسري وظهور العديد من المشاكل الأسرية والخلافات داخل الأسرة ويسود جوه من التوتر والشقاق العائلي فالمتعاطي يتبع عادات غير مقبولة لدى أفراد الأسرة بالإضافة إلى إنفاقه على المخدرات الذي يسبب ضيق وإنزعاج للأسرة ضياع الشعور بالأمان والطمأنينة لأفراد الأسرة فقد يتسبب الشخص المدمن الحشيش في أحداث الأزى لأفراد أسرته وهو لا يدري غياب متعاطي الحشيش عن الاجتماعات والمناسبات العائلية مما يتسبب في حدوث نفور من قبل العائلة من الناحية المجتمعية المال المهضر في مكافحة الإدمان على الحشيش وانقفاض قدرة الشخص على الإنتاج والعطاء وانتشار الجريمة والفوضى في المجتمع ثالثا أضرار الحشيش المادي الحشيش هو البوابة الرئيسية للدخول في عالم الإدمان على المخدرات وعالم الظلام والضياع فمن مجرد أن يدمن الإنسان الحشيش ويظهر عنده ظاهرة التحمل مما يجعله يتعاطى أنواع أخرى من المخدرات ولا شك أن ذلك تسبب في إهدار المال فيما يضر الشخص حياة الشخص لجرعة الحشيش تجعله يبيع كل غالي ونفيس من أجل الحصول على المادة المخدرة تحت أي ظرف قد كان فلقد يلجأ الشخص لبيع أساس البيت من أجل جرعة الحشيش يضطر الشخص المدمن على الحشيش إلى الاستدانة اللزم الأمر وربما يضطر إلى أسريب غير شرعية كالسرقة والاحتيال والغش والتجليس من أجل المال للحصول على جرعة المخدرات آلية حدوث التغيرات النفسية حين تعاطي مخدر الحشيش أكدت الدراسات المختصة التي اعتمدت في نتائجها على التصوير الزرية للدماغ والتي أفادت بأن تعاطي الحشيش والمرجوانة يؤدي إلى زيادة في تضفق الدم إلى مراكز المخ والمسؤولة عن الحالة المزاجية والمشاعر والإحساس كما أشارت الدراسات إلى أن تعاطي الحشيش يؤدي إلى انقفاض تضفق الدم في الأجزاء المسؤولة عن التركيز وعن قدرات الإنسان المعرفية وعن التفكير وقد يكون السبب في حدوث هذا الأمر هو إفراز الدوبامين هرمون السعادة بشكل كبير في القشرة الأمامية من المخ ترجمة نانسي قنقر